كل التحية مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي نستعرض في الدقائق القليلة القادمة جملة القرارات أو مجموعة منها والتي صدرت عن مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم 27 نوفمبر بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة أن المجلس وفي هذا الاجتماع المهم بحث العديد من الأمور التي تهم وتخص كل قطاعات النادي وأيضا الجمعية العمومية وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدوى الأعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري وذلك بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية إلى النادي بتاريخ 21 نوفمبر والذي يعتمد فيه تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية حيث اعتمد المجلس بالفعل الميزانية الخاصة بالنادي عن العام المالي 2022-2023 والتي اقتربت من 4 مليار جنيه وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها بالتالي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لنصوص لائحة النظام الأساسي أيضا استعرض المجلس المقترحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية والتي كانت محل تقدير من أعضاء مجلس الإدارة لما تضمنته من مقترحات إيجابية وبناء تسهم في تطوير العمل ومنظومة العمل داخل النادي كما كلف المجلس الإدارات المختلفة بدراسة العديد من هذه المقترحات علما بأن هناك بعض المقترحات قد تم البدء فعلا في تنفيذها من قبل مجلس الإدارة أيضا اعتمد المجلس وده قرار مهم الزيادة المقررة لقيمة العضوية الشاملة لمقر النادي بالجزيرة وأفرعه المختلفة لترتفع من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه الحقيقة اعتبارا من 1.3.24 وهذه الزيادة الحقيقة هيبدأ العمل بها من 1.3.24 حضراتكم عارفين المؤهل العالي كان 750 ألف جنيه ليصبح حوض وجميع عمومية ويحق له دخول كل فروع النادي الأهلي الآن أصبحت مليون جنيه على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 1.3.24 يعني لسه عندنا فرصة أكثر من أربع أشهر للراغبين في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي بناء على الأرقام أو المبالغ القديمة أيضا اجتمع المجلس واعتمد المقترح المبدئي لإنشاء فرع النادي الأهلي بمدينة العالمين الجديدة ليضاف إلى سلسلة الفروع التي يشار إليها بالبنان الحقيقة مدينة العالمين واحدة من أهم المدن على ساحل بحر المتوسط مدينة زكية يشار لها بالبنان وبالتالي وجود النادي الأهلي في هذا المكان كان مطلب لكثير من محبيه وعشاقه وإن شاء الله يكون فيه فرع للنادي الأهلي في مدينة العالمين الجديدة قريبا جدا أخيرا اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي منح شركة الأهلي لمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاذ المقرر إن شاءه على مساحة 55 فدان بفرع النادي الأهلي بمدينة شيخ زيد والذي يشمل استاذا رياضيا ومتحفا وصالة للألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندقا إلى آخره مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال هذا الأمر ده حلم الحياة لجمهور النادي الأهلي منذ مدة والآن يتحقق أو بدأت أول الخطوات الفعلية لتحقيقه إن شاء الله على أيدي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب دي كانت مجموعة من أهم القرارات التي برزت اليوم أو رشحت اليوم من اجتماع المجلس المنعقد بالنادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب دائما الشكر لحضراتكم والنادي الأهلي في المقدمة ومصر الكبيرة دائما في معاية الله وفي حفظه شكرا لحضراتكم